تتم اليوم دورتنا العادية الثانية من السنة البرلمانية 2020-2021 التي شهدت مناقشة وإقرار جملة من النصوص التي تمسوا مناحية مختلفة من حياة المواطن وتضيف لبنات جديدة في صرح تنمية الوطن وتسد ثغارات عديدة من منظومتنا القانونية وقد برهنت مختلف الفرق البرلمانية خلال دراسة تلك النصوص على مستوى كبير من النضج والتعاون والانسجام كما عرفت هذه الدورة تلقي نواب الشعب لإضاحات كثيرة حول عمل الحكومة من خلال رد أعضائها على عدد غير مسبوك من أسئلة النواب الشفوية خلال دورة برلمانية واحدة منذ نشأة البرلمان الموريتاني وهو ما يعزز الدور الرقاب لغرفتنا الموقرة ويجذر ديمقراطيتنا الواثقة سيداتي سادتي إن أهم ظاهر ومكتسبات تلك الديمقراطية هو حرية التعبير التي ننعم بها اليوم والتي يجب أن نصونها ونعززها ونتحاشى سلبياتها عبر ترشيد استخدامها والابتعاد عن كل ما قد يمس ذوابتنا أو يؤثر سلبا على تلاحم مجتمعنا أو ينال من هيبة رموزنا ومؤسساتنا أو ينتهك أعراض مواطننا سادة الوزراء زملاء النواب سيداتي سادتي إنكم تدركون بدون شك أن استخدامنا الرشيد لحرية التعبير تلك يعد عاملاً أساسياً لاستقرار البلد وعوناً لأجهزته الأمنية على ضبط أمنه الذي تفرض التحولات الاجتماعية والتوسع العمراني التعامل مع متطلباته بأساليب واستراتيجيات جديدة قادرة على مواكبة المستجدات وما يصاحبها من تطور للجريمة وأقتنم هذه المناسبة لأهني الشرطة الوطنية على تمكنها رغم محدودية وسائلها البشرية من توقيف كل الضالعين في الجرائم التي حدثت في الآوينة الأخيرة وإحالتهم للعدالة من جهة أخرى فإننا ندعو الجهاز التنفيذي إلى التعاون بصرامة مع تعاطي المخدرات وتجارتها من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة والبحث عن نواقصها وسدها بالتعاون مع السلطة التشريعية وعبر تضمين برامجنا التثقيفية والإرشادية والإعلامية مزيداً من التوعية بمخاطر المواد المخدرة ولا يخفى عليكم أن حماية أطفالنا من هذا التهديد تمثل خطوة مهمة على طريق القيام بواجباتنا الفردية والجماعية والجماعية المتعلقة بحماية رجال الغد وتنشئتهم تنشئة سليمة وتعليمهم وتكوينهم وإكسابهم المناعة ضد كافة أشكال الانحراف التي باتت تشكل خطراً داهماً بفعل انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي تحميل في طياتها ما هو نافع وما هو ضر وفي هذا الإطار يظل دور العباء والأمهات محورياً بمراقبة أطفالهم من خلال التنسيق الدائم مع الأسرة التربوية السادة الوزراء زملاء النواب سيدات سادتي لا بد لنا كذلك قبل الختام أن نشير إلى ضرورة اتخال ما يلزم من إجراءات رسمية وشعبية للوقوف في وجه الموجة الثالثة من كوفيد-19 ومواصلة دعم ومؤازرة قطاع الصحة الذي واجه الموجتين السابقتين ببسالة وكفاة نرجو له التوفيق والنجاح في مهمته النبيلة وندعو الله أن يرفع البلاء والوباء عن بلدنا وعن البشرية جمعاً سيداتي سادتي لقد قدم هذا الوباء لبلدنا ولبلدان العالم أجمع درساً مؤداه أننا يجب أن نمتلك خططاً جاهزة للتعامل مع الطوارئ الصحية التي تداهم دون سابق انذار شأنها شأن الكوارث الطبيعية الناتجة عن التقلبات المناخية من فيضانات وحرائق وجفاف ولعل ما رأينا مؤخراً في بلدان عديدة من مختلف القارات من حرائق وسيول وحضانات تنبيهاً للبشر على المخاطر المحتقة بالكون وبتنوعه البيولوجي جراء إهمال الوسط البيئي وعدم حمايته من كل ما يمكن أن يهدده نتيجة التفاعل المستمر بين البشر وبيئته وهذا ما يحتم علينا القيام كسائر دول العالم بكل الإجراءات اللازمة للحفاظ على محيطنا البيئي وخاصة في مجالي الصيد البحري والتعدين وفي الأخير أتمنى لكم أطلة برلمانية سعيدة وأعلن على بركة الله اختتام الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2020-2021 طبقاً للمادة 52 جديدة من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته